مرحبا متابعيني حبيت اشارككم بمناسبة العياد بكليتشا فيديو جديد لكليتشا عندي اني كم وصفة بس هاي الوصفة كلش حلوة لكليتشا العراقية الراقية باعة من برة مقرمشة من جوة هشة والطعم كلش طيب والاشكال مختلفة سويت رح نحتاج الى كوب من الزبدل غير مملحة كوب واحد هذي ما القياسات وكوب سمنة سمنة نباتية استعملت غير غير مملحة همينة خالتهم النار دا اذوبهم شوية يعني شوية بس هسا رح اضفي النار شوفوا واحرك اذوب الباقي بها ماريدة كلش حار يعني حتى لا تسود العجينة خلص اضفي النار طحين ستة كوب طحين بس اول مرة خليت اربعة هسا بعدين اخلي اخر شي لاثنين ثلاثة ملعقة كبيرة من هاي المطحون ملعقة كبيرة من حبة البركة او حبة السودا وخليت نص ملعقة كبيرة من شومر او حبة الحلوة وملعقتين صغار من الخميرة وهسا اضيف السكر السكر ملعقتين اكبار او اكثر حسب الرغبة انتو ش تريدون اني خليت ملعقتين اكبار وطبعا ملح نص ملعقة كبيرة من الملح مو صغيرة نص ملعقة كبيرة من الملح وهسا احرك المواد الجافة مع بعض شوية على موتين دمج كلها مع بعض خلاص هست راح اضيف الدهن هس تشوفون الدهن طبعا مو كله مايع شوفو هيتش ابدي حتى ليش ما خليت ست كواب اكلها سوا هسي على مود اذوب الزبدة بالطحين تكون اسهل كمية اقل احرك احرك على مود اذوب الزبدة اللي مذايبة ادخلها بالطحين اداخلها يعني شوف شون حتى اتاكد انه كل الزبدة والسمنة اه ماعت ويعني داخلت ويا الطحين هسا اضفت الكوبين كوبين اخرى طبعا هو كله استعمل الطحين ابيض كوبين هسا ابدي اعجن احاول دهن داخلها كل شوية الباخي من الطحين كله شوفو هيتش يكون القوام حولتها بكاسة اكبر لانه كانت صغيرة ماعرف ليش استعملت هذيجة المهم نعجنها بالحليب الكامل الدسم حليب دافي كامل الدسم حليب سائل نضيف ونعجن تقريبا اغضت كوبين وثلاثة اربع يعني ثلاثة الا ربع كوب حليب كوب حليب ثلاثة الا ربع طبعا المقادير جوه بصندوق الوصف احرك نعجن نعجن مهم كلش العجن هنا بهالحالة بعدين اطوي العجين اضل ورما عجن اضل اطوي هاي شي اول شي ما تصير ملسة بعدين من تختمر شوية تصير ملسة من انقطعها حسا خلص خليتها رح فت نص ساعة وابدي اشتغل حتي ما ريدة تختمر هواية حشوة الجوز والفستق استعملت فستق خمينة كوب جوز كوب فستق تحنت خشن يعني ثرمت خشن ملعقتين اقبار من او ملعقة ونصب كيفكم ملعقتين اقبار من الهيل نص كوب من حليب محلة وطبعا اختياري اذا ما تحبون خلو سكر بس انا خليت حليب محلة احسن وبعدين ثلاث ملعق كبيرة من المي واحرك حليب محلة يعني ينطينا طعم طيب الحليب كلش انا جربت اجبتني هاي ثلاث ملعق كبيرة من المي وحضرت الخلطة مع الجوز والفستق الحشوة حسن نجي عالتمر التمر ما عندي قياس معين خليت تمر معجونة تمر يعني عجينة تمر حاضرة وشوية سمسم شوية هيل شوية دارسين وعجنتهم بالزبدة تشوفون هاي زبدة اخر شي خليتها ما عندي مقدار معين اللي انتو تحبوه يعني هاي بلك يعجبكم اكثر من الجوز سووا كمية اكبر حيتي انا يعجنها بالزبدة هاي هي التمر رح سوي على شكلين هذي نايلونة دهنتها وخليت شوية هيل بعد يعجبني وابدي اغلفة بالنيلون وافتحها بالشوبك اسهلنا حتى يصير خفيف كلش طبعا نوعية اللخهم هسه شوفكم شلون العجينة اختمرت هاي صارها نص ساعة مو هواية ما ريدة تختمر هواية ما رح خليه اكثر على مود نشتغل بها تكون سهلة ما تختمر بيدنا وحنا دا نبروم ونسوي الاشكال ما رح اقسمها اربع اقسام اه هسه من دا عجنها هيتي رح تصير ملسة هالمرة لان ارتاحت نص ساعة شوفوا هاذا شكلها كلهم رح اسويهم هيتي عجنهم هيتي وهس رح غلفتها كل واحدة بنيلونة وبقيت واحدة دا اشتغل بها ابدي افتحها نبدي بالتمر اول شي نسوي الشكلين اللي اني يعني رايدة اسويهم افتح العجينة زين اريد تصير مستطيلة بعدين اعدلها بالسكينة نفتح نشي رح نقطعها بالسكينة سكينة لو ستشينة يلا نفس الشي المهم مستطيل مو كلش كلش خفيف يعني فتحتها وسط شلنا الحافات يعني برمت التمر هيتي بشكل الصوان هيتي رح اخلي العجينة هيتي عليها برمها بس كافي على ما يغطي التمر يعني خطعها هيتي نسوي هذا الشكل نبدي هنا نقفل العجينة حتى لا تنفتح لان من تختمر لان سويناها اول شي تختمر تنفتح فحاولوا تقفلوها هيتي شوفوا شون نعدل كلهم هيتي نسوي كم واحدة هسا بياض بيض نمسحهم الخلطة مع البيض مو بيض بيض خلطة مع البيض كاملة حليب وبيض وسكر وعندي سمسم هنا شوفوا هيتي حلوة الفكرة سهلة نسوي كم واحدة هيتي حسا الوجبة الثانية هذا التمر الفتحته بالشوبك وفتحتها خفيفة هالمرة العجينة لازم تكون خفيفة كلها شوفوا نعدل التمر شوية بس هيتي هادي راح يكون بها كمية تمر اكبر اللي يحب يعني تمر اكو بالبيت يحبون التمر هواي راح ابرم ابرم واحاول ارفعها هيتي ها ها هيتي كل الزين قطعها اشكال اذا عدكم هادي السكين المزكزقة كلش حلو اكو اشكال منها ما متوفر سكين عادي والموديل والستايل اللي يعجبكم يعني هاي هادي بها تمر اكثر او هادي اقل تمر شوفوا هاي تمر ما لثا اقل اللي ما يحب تمر هواي حلوة هادي عادي هادي كلش حلوة طلعت عجبتني شكلها حلوة يعني حلوة شوفوا جمال هنان هسا فتحت العجينة خفيفة وراح نسوي الحشوة الجوز والفستق حال قطع المدور ما كو غلاس يصير يعني عادي العجينة الباقية خليها على صفحة ونبدي نحشي كمية وفيرة من الجوز والفستق الريحة كلش طيبة ونطويها هيجي نسد الحافات كلهم أسويهم هيجي يعني أحشيهم على نفس الشغلة هيجي نفس الشي ثانية همينة شوفكم مرة ثانية هيجي نبدي نبرم نبدي نبرم طريقة البرم أنه نفتح العجينة من الحافة نرقاقها يعني نسويها رقيقة بعدين نبدي نضغط ونفتح نضغط هيجي نبرم شوفوا هيجي قرصوها هيجي شوفوها حلوة حلوة وسهلة ترى مو صعبة جربوا يعني نفس الشي باعوا هاي مرة ثانية قلت حتى شوفوها زين شوفو هيجي هيجي وعندي هذا الملقط مال معمول اللي تسوي ديزاين موديل بالمعمول هيجي متوفر هنا بالأسواق العربية رح سوي لها فد موديل حلو شكرا هيجي أصفها بالصينية وهس رح سوي لكم شكل آخر للي ما يعرف يسوي برم رح حشيتها ورح سويها مثل كرة هيجي بقطة وإذا هساعدكم قالب أخلوها بالقالب بس آني رح سستعمل نفس الملقط هذا مال معمول هيجي ولو يعني أعتقد ما راح تبين بعدين ما دام بها خميرة منتخلوها تختمر شوية النقشة تروح مو مشكلة همين يصير بياض بيضة وتث ملعقة كبيرة حليب سائل وملعقة صغيرة سكر ودي أمسح بيها وجه الكليتة الصفارة هنا كل الزنخ ميعجب نأخلي يعني طيب رح ومعجب ومعجب فلحت فضلة فضلة عجينة خليتها فارغة فتحتها ومعجب قطعتها فلحت خليتها بيض بيض مساحتها وبعدين سكر عادي لأن لا يوجد فارغة دخلتهم من الفرن طبعا هذا ورق زبدة جواهم خالقاني بالصواني وعلى درجة حرارة 400 فرنهايت 200 مئوية وخليتها على البيك يعني علكت العينتين من فوق والجو وتحمرت هذا شكلها يعني ما عندي وقت معين شوفوا من فوق ومن جوة تحمرت وهذا الشكل النهائي الكليتشة الحلوة هذي كليتشة وبقلاوة روعة روعة كلش طيبة كلش قرمشة من فوق ومن جوة هشة والطعم رهيب يلا روحوا سووها سهلة ان شاء الله اعجبكم الفيديو واشوفكم فيديوهات جديدة هذا مطبخ لندا مع السلامة متابعيني كليتشة العراقية الراقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة